اتفاقية ريدا الحلقة 421 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات اتفاقية ريدا 1920-1921 ميلادي اتفاقيتان حملتا اسم مدينة ريدا عاصمة جمهورية لطافيا الصوفياتية الاشتراكية حاليا تم التوصل إليهما في أعقاب حروب التدخل وحارات الانفصال التي تلت الثورة البلشوفية 1917 ميلادي في روسيا اتفاقية ريدا الأولى 1920 ميلادي هي اتفاقية سلام بين لطافيا وروسيا الصوفياتية فلقد كانت لطافيا خاضعة لروسيا القيصرية منذ القرن الثامن عشر وإثران نجاح ثورة البلشوفية في العام 1917 ميلادي تنامت حارة انفصالية في لطافيا بالإضافة إلى لتوانيا وأسطونيا بدعم الدول الرسمالية التي حاولت القضاء على الثورة البلشوفية ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى في العام 1918 ميلادي سمح الحلفاء للجيش الألماني بالبقاء في منطقة البلطير للدفاع عنها ضد البلاشيفا ولقد أدت حروب التدخل وإضطرار الصوفيات للدفاع عن ثورتهم على أرثر من جهة إلى عرض اتفاقية ريدا في الحادي عشر من الشهر الثامن 1920 ميلادي والتي اعترف في الاتحاد الصوفياتي بأن لطافيا دولة مستقلة اتفاقية ريدا الثانية 1921 ميلادي هي اتفاقية سلام بين الاتحاد الصوفياتي وبولونيا رسمت بمجبئة الحدود بين البلدين بدأت المفاوضات لعرض هذه الاتفاقية في عقاب الحرب التي نشبت بين الجانبين إثرى نجاح الثورة البلشوفية وإبان حروب التدخل والانفصال التي كانت تستهدف محاصرة تلك الثورة والقضاء عليها وتم توقع الاتفاقية في الثامن عشر من الشهر الثالث سنة 1921 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد